الفصل السابع عشر استشهاد عقبة من قصة عقبة بن نافع اعداد استاد ياسر محمد نجيب بتبدأ احداث الفصل بهدوء البربر اللي دفع عقبة لانه يصرف جيشه وابقى معه عدد قليل من الرجال عقبة ما كانش عارف ان هدوء البربر كان بمثابة سكون مقابل العاصفة بحيث بان البربر عرفه بان عقبة صرف معظم جيشه الكهنة وجدت الفرصة مناسبة للانقضاض على القائد العربي للاخذ بثقر البربر فاتصلت بزعماء القبائل وحشد جنودهم عند قلعة تهودة فوق عقبة بالالاف من جنود البربر بيسدوا عليه مسالك وشعاب الجبال وتعجب عقبة من رؤية كسيلة ابن لمزم يتقدم جيوش البربر ويطلب من عقبة الاستسلام طيب ليه تعجب عقبة من رؤيته تعجب عقبة من رؤيته لانه كان قبض عليه وكان سجنه لتصرفاته المعادية له من هو كسيلة؟ كسيلة كواحد كان قبض عليه المسلمين وهرب من الجيش اثناء عودة الجيش للقيروان ومر على القبائل يدعوها لقتال عقبة وجنده والاخذ بالثأر من المسلمين كسيلة كان بيتخيل بان عقبة هيرفع راية التسليم ليه؟ لانه امام جيش بيضم الالاف من ابناء جبال اوراس ولكن ذوه الكسيلة عندما رأى عقبة يتقدم جنوده في جرأة نادرة تقدم عقبة جنوده في جرأة نادرة ونادى فيهم انها الشهادة ايها المؤمنون واندفع وسط جموع البربر مهللا ومكبرا يضرب بسيفه يمنة ويسرة ويتلقى ضربات الاعداء في صبر وثبات جنود عقبة كان عددهم 300 مقاتل اقتعموا حجود البربر وظلوا يقاتلون ويقاتلون حتى احط البربر بهم من كل جانب استشهد عقبة ورفاقه جميعا رحمة الله عليهم ويرقد عقبة ورفاقه الآن في ارض تهودة ولا تزال قبورهم معلما من معالم التاريخ في هذه المنطقة نهاية الفصل ونتمنى لكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر